أخذ المشهد العام في طرابولس منحاً جديداً وصف بالخطيرة بعد أن تصاعد ملف الخطف والابتزاز على سطح الأحداث وانتشار حالات الخطف والقتل التي كانت أغلبها بدوافع لها علاقة بالحرب الدائرة في العاصمة ومنع أي أفكار أو أراء تؤيد الجيش أو تقف معه ولو على مواقع التواصل الاجتماعية من تلك الحالات التي كشفها ناشطون اختطاف فتاتين في منطقة الكريمية اليوم الثلاثاء إضافة إلى مقتل الشاب مروان بن عثمانة بعد تعرضه للتعذيب الأمر الذي أثر غضب أهالي طرابولس الأخطر في هذا الملف الحقوقي والمهم أنه دخل في دهليس السياسة والحرب القائمة ويتم توظيفه وفقاً للجاني والمجن عليها ومكان الجريمة سياسياً لا أخلاقياً وإنسانياً كما تنص القوانين الدولية يأتي هذا كله في غياب تام للأجهزة الأمنية التابعة للوفاق في العاصمة وهو الأمر الذي قد ينذر بكوارث إنسانية تضاف إلى السجل المعروف للمجموعات المسلحة التي تخطف بدوافع شخصية وسياسية بعيداً عن الحكومة التي يفترض أنها ستعمل على معاقبة وملاحقة من يمارس إرهابه بشرعية ثورية وشخصية